أن يأتي ذلك بمناسبة عيد الاستقلال والشباب المصادف لكل خمسة جويلية من كل عام أمر أيضا فيه رسائل كثيرة وتجلت هذه الرسائل من الكلمات التي ألقيت سواء من طرف رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي أو من طرف رئيس الجمهورية التي جاءت في فحواها الكثير من الدلالات التي تعبر على أن هذا التاريخ لا يمكن أن ينسى وأن هذا التاريخ لا يمكن أن يطوى وأن هذا التاريخ سيبقى شاهدا على عظمة شعب قال لا للغسال ها هم مبطال المقاومة الشعبية يعدون إلى الأرض التي ظحوا من أجلها بأرواحهم وحياتهم يعدون والعلم الوطني يرفرف فوق أرواحهم وأجسادهم الطاهرة التي سرقها لاستعمار الفرنسي البغيذ وهربها وعرضها في متحفه منذ أكثر من قرن ونصف بلا أدنى الشك أنه كما ذكرنا من حيث الزمان أن هذا الأمر فيه دلالات زمنية كبيرة ومن حيث المكان أن القضية تتعلق بالجزائر وتتعلق بمستعمر الأمس فرنسا وأن هؤلاء كانوا يعرضون في متحف بارسي هذا من حيث المكان وأيضا من حيث أدى الدروس فالشهداء عادوا إلى أرضهم بعد كل هذا المنفى فأمر مهين حقيقة أن يبقى هؤلاء رفاة شهداء أبطال من أبناء الجزائر وهم في صورة حقيقة مزعجة حتى في جانب حقوقي وجانب إنساني قبل أن تكون من جانب وطني خاصة أن الأمر يتعلق بمستعمر أقتل أبناء البلد وأقطع أعناقهم ثم أخذهم ووضع جماجمهم في متحف يقال أنه متحف الإنسان